السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة عن تحديث جديد 1UI 5.1 اللي وصل لمعظم تليفونات الاسات طبعا كلها الواحد وعشرين وعشرين ووصل كمان لموبايلات من الفئة المتوسطة زي الA53 واللي هنتكلم عنه النهاردة وايه اللي وصلنا فيه وايه المميزات المهمة اللي جات مع التحديث ده وزي ما انتشايفين معنا يا جماعة التحديث قدامنا هو بعد ما اتعامل خلاص ان هو تحديث ناجح انا خلاص نزلت التحديث وطبعا زي ما انتشايفين اللي بيقولنا على الحاجات اللي جاية في اه التحديث الجديد زي مثلا الكاميرا والستوديو وبيتكلم عنها واللي انا هوريلكو دلوقتي الحاجات اللي وصلت في التحديث والميزات المهمة الجميلة اللي هتبقى في التحديث الجديد 1UI 5.1 تمام يا جماعة يلا بينا نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقتنا واول حاجة اللاحظة يا جماعة في التحديث الجديد وهي في الاوضاع اللي ظهرت في المكان ده لما تنزل بالسطارة كده وتنزل كمان مرة وتاخد الشاشة للجنب كده هتلاقي في حاجة اسمها الاوضاع هتدوس على الاوضاع بالشكل دوت هتلاقي الاوضاع نزلت في الشاشة اللي هي الستارة اللي هي الوصول السريع بتاعتنا اه ولو لاحظت هتلاقي اول وضع اللي هو النوم ده مسلا لو ضغطت عليه بالشكل دوت هتقدر ان انت تخصص وضع للنوم بحيث ان انت وقت النوم بتاعك ما يجي لكش اشعارات ما يجي لكش اه الاصوات ما تشتغلش معاك او كده وزي ما انت شايفين قدامكم يا جماعة تقدر ان انت تخلي التشغيل تلقائي يعني لو دست على التشغيل التلقائي كده تقدر تخليه اه في وقت مجدول يعني مسلا وليكن عشرة بالليل لسبع الصبح لو فعلت بالشكل ده كده هيتزبط معاك ان هو يشتغل وضع النوم تلقائي كل يوم الساعة عشرة لسبع الصبح كمان بتفعل الوضع ده اللي هو وضع النوم وكمان في عندك تقدر تضيف شرط لو ضغطت على علامة الزائد دي تقدر تضيف شرط لانه ما يشتغلش يعني بحيث ان وضع النوم يتطبق على كل حاجة الا الشرط ده زي مثلا وضع الصوت لو ضغطت على وضع الصوت كده تقدر تختار الصوت عندك شغال ولا اهتزاز ولا تكتمه خالص يعني التأميزة حلوة بصراحة جماعة اللي هو وضع النوم دي وطبعا انصح الكل نوع يستخدمها هتريحه كتير جدا في موضوع النوم مش هيجيلك اشعارات مزعجة او الكلام ده كله كمان لو نزلت تحت شوية كده هتلاقي فيه كمان تقدر تخصص خلفية للوضع بتاع النوم بتاعك ان انت هتقدر تغير الخلفية بتاعتك في الوقت ده تختار بقى الخلفية بتاعتك او تقدر تختار من الستوديو بتاعك او من اي الوان انت عايزها تقدر تخصصها بالطريقة دي طريقة سهلة جدا كمان فيه حاجة نضافت يا جماعة فيه وضع اللي هو التحديس الجديد وهو لو نزلت بالستارة كده هتلاقي كمان مرة كده وتيجي بالشاشة للجنب هتلاقي فيه وضع جديد موجود لكن انت لسه ما ضفتوش في القايمة الموجودة دي كل اللي انت هتعمله هتدوس على الثلاث موقت اللي فوق دول بالشكل دوت وبعد كده هتدوس على تعديل الازرار هتلاقي فيه حاجة جديدة ظهرت معاك وهي اللي هي دي التقاط لقطة شاشة هتدوس عليها بالشكل ده وتبدأ تسحبها في اي مكان انت عايزه وتعمل تم الوضع ده هيخلي ان انت تقدر تاخد لقطة شاشة بشكل سريع زي ما انتوا شايفين من غير ما تدوس على زرائر ولا اي حاجة كل اللي انت هتعمله هتنزل كده وتاخد لقطة شاشة بالشكل ده كمان تقدر تعمل كل اللي انت عايزه على لقطة شاشة بتاعتك طبعا احنا عارفين ان موضوع لقطة شاشة بيقدر تخصصه عن طريق الاعدادات عادي جدا ولكن الجديد اللي معنا دلوقتي ان هو انضاف فيه الشاشة او الستارة اللي فوق دي كل اللي انت هتعمله انت برضو عشان تبقى فاهم الميزات المتقدمة وبعد كده لقطات الشاشة ومسجل الشاشة بتلاقوا قدامك كمان فيه حاجة انضافة كمان اللي هي حفظ لقطات الشاشة في مكان التخزين الداخلي بتدوس عليه كده تقدر تختار الملف اللي انت عايزه تعمل الاد هنا وتعمل ملف جديد لو عايز يعني حاجة حلوة برضو جماعة انت تخصص مكان معين لحفظ لقطات الشاشة بتاعتك بحيث انها ما تبقاش مع الصور او مع الالبومات على بعضها يعني الميزة اللي جات يا جماعة معنا فيه تحديث جديد وهي خاصة بالاشعارات لو دخلت على الاشعارات بالشكل ده ودست على اشعارات شاشة القفل فيه عندك هنا تقدر تخفي المحتوى او تظهر المحتوى يعني لو دست على اخفاء المحتوى مش هيظهر لك اشعارات على شاشة القفل طول ما هي التليفون مقفول وكمان تقدر تخليه اظهار ولو دست على علامة التيرس اللي جنبك دي هتقدر تختار التطبيقات كل طبعا التطبيقات متفعالة هي تقدر تخلي تطبيق معين زي مثلا الواتساب انك تلغي تفعيله بالشكل ده انه ما يظهرش في شاشة الافل يعني اشعاراته او رسائله ما تجيش في شاشة الافل تقدر تخصص كمان المسنجر لو مش عايز حد يشوف رسائلك على شاشة الافل ميزة حلوة جماعة هتبقى يعني مميزة جدا في التحديث الجديد كمان في ميزة جميلة اوة جماعة جات مع التحديث الجديد وهي انك لو دست على اي مكان في الشاشة كده ودست على التطبيقات المصغرة هتلاقي حاجة اسمها البطارية موجودة هنا لو دست عليها بالشكل ده هتلاقي فيه شريط طلع قدامك اللي هو حالة البطارية زي ما انت شايف كده انك تقدر تضيف بقى ايه يعني تضيفها على الشاشة الرئيسية وبيعرض لك قوة البطارية لجميع الاجهزة المتصلة بجهازك يعني او ازا كان فيه سماعات بلوتوس او كده كل اللي بتعمله بتدوس عليه بالشكل ده وتسحبه على الشاشة الرئيسية برة اهوة يا جماعة زي ما انتم شايفين وتدوس على اي مكان تقدر تكبره بالشكل ده او تصغره زي ما انت عايز حسب الحجم اللي انت عايزه وتطلعه في اي مكان يعني انت عايزه في الشاشة عندك بحيس تقدر توصله بسهولة ودي ميزة حلوة اوة جماعة انضافت مع التحديث الجديد في ميزة حلوة اوة جماعة موجودة برضو في التحديث الجديد وهي لو دخلت على الاعدادات ودخلت على البطارية والعناية بالجهاز كده هتلاقي فيه تدوس على البطارية هنا وبعد كده هتلاقي المزيد من ضبط البطارية هلازم تفعل الخيار اللي هو بطارية تكييفية ده ده هيحفز على البطارية وهيمدد عمر البطارية بتاعتك هتستخدم يعني بيقولك هنا مدد عمر البطارية وفقا لاستخدام هاتفك يعني الجهاز نفسه هو اللي هيزبط نفسه بنفسه بحيث حسب استخدامك هيبدأ يطول في عمر البطاريتك ويستخدم جهازك بطريقة حافظ أو تطول من عمر البطارية أكتر ودي كانت الميزات يا جماعة الموجودة معنا في التحديث الجديد وأتمنى يكون الفيديو عجبكم وستفدتم به بشكركم يا جماعة ونتقابل إن شاء الله الفيديو الجاي شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته